أهلا بحضراتكم مرة تانية في أزواج كتير قوي بتحصل بينهم فجوات بعد الجواز الفجوات دي بتكون نتيجة للنشغال الاتنين سواء بالشغل أو بالحياة أو بالمشاكل اللي كلنا بنواجهها لكن الأزواج يمكن ما يعرفوش أن الفجوة دي بيكون لها تأثير سلبي على البيت بصفة عامة طيب إزينا تلاشى الفجوة دي اللي بتحصل ما بين أي اتنين متجوزين هل الفجوة دي ممكن تأثر على حياة الأسرة بما فيهم الأطفال ده اللي هنعرفو من خلال ضفتنا اللي بنورانا النهاردة في الستوديو دكتورة هودا سالم استشاري أسري أهلا بيك يا فاني أهلا بيك موضوع مهم يعني بيشغل يمكن كل الناس كل الناس بيقعوا فيه يعني الفجوة دي بتحصل إمتى يعني هل فيه النهاردة حاجة ممكن تحصل فنقول بقى بينهم فجوة هما الاتنين هل الأزواج لما يحصل بينهم الفجوة دي لازم يتداركوا الموقف بسرعة عشان الموضوع ما يكبرش كلمين عن الموضوع ده أولا كده مش هنقول فجوات تعالي نصنفها بمعنى أوقع وهو الانفصال النفسي والتباعد العاطفي إمتى ده بيحصل أول ما تحسي إن البيت ده بدأ يفتقد لعنصر الحوار ولو مفيش حوار بيني وبينك حبطل أحس بيكي مفيش شكوى لأن إحنا عندنا كده إيه للأسف شوية يعني بعض الرجال بيأخدوا إن العتاب بتاع الزوجة وإنها بتدخله في جدال وإنها بيتقلب المواجع وإنها ستة شكاية وستة نكادية وطول الوقت بتشتكي لها مش بتشتكي هي عايزة حوار ما تشتكي المشكلة هي عايزة تسمع وراك وإيه صحيح انت وراك إيه يعني اشتغل شوية واعد معها أنا مرة كنت في حلقة قبل كده وبتكلم بقول أستت في حاجة للإنصاط لشكواها ولو مرة في الشهر يا سبا بيش بقول لك كل يوم مش بقول لك مرة في الشهر برضي يا دكتور يعني إحنا بنقول ده فيه ناس بتقعد بالسنين ما بتتكلمش أنا كنت قاعدة مع حد وبعدين قال لي لا أنت بتتكلمي في الانفصال لمدة شهور لا أنا بقول لك سنين فيه ناس ممكن تغيب عن بعض سنين تغيبوا عايشين مع بعض في بيت واحد يعني إيه تغيب عن بعض يعني أنا النهار ده مثلا هل الغيب ده معناه أن أنا ما بتكلمش عن يومي حصل فيه إيه يعني إيه غايد نظر عن يومك أنت أكيد في حاجة مزع عليك شايلة مني أكيد إحنا عايزين طول الوقت كده نتطمن على بعض اللي هو إيه لما يتعودوا مع إحنا أول سنة زواج ليه بيحصل مشاكل ليه فيه صدام وفيه تخبط مش عارفة أراكي جيدا ولا أنت عارفة تقريني جيدا نقرأ بعض إزاي إن إحنا طول الوقت نتفقد بعض ونتفقد مشاعر بعض ونتفقد الإنفعالات أنت سعيدة النهار ده بس أنت يتغير مودك في مسافة دقايق أو ثواني أكيد في حاجة دقيقتك مهربش مهربش لما ندرس مع بعض المشكلة يعني إيه جماعة إيه الفكرة وإيه المانع إن إحنا نرجع سقافة الورقة والقلم ما بيننا وبين بعض إيه هي النقائص الموجودة وإيه هو الخلل اللي حصل وليه مبلحقش المرض من أوله لما يكون الانتعام يمكن الإيجو اللي عند الإنسان ما بيخلوش يتقبل أنه وللأسف ما ده بيوصلنا لمرحلة التورم ولما يحصل ورم نبتدي كده دخلنا في مشكلة خبيثة في الجسد أنا دايماً بشبه الحياة الزوجية بالجسد أنت لما الموضوع يبتدي الأول أن أنت بتديت تتألم أن أنت في حاجة مفقودة ما بينك وبين شاركت حياتك أو أنت حاسة أن في حاجة بتتكسر ما بينك وبين شارك حياتك ما تقعديه قدامك وتتكلمه بتهربوا لي يا جماعة وبعد كده نرجع ندخل أطراف من العائلة وبعد كده نبتدي نشوف حد يحللنا المشكلة طب ما إحنا نحلها طب ما إحنا نبتدي طب ما إحنا نتكلم طب إحنا فقدة الاستماع أدى بنا إلى فقدان الاستمتاع بطلت إسمعك بطلت تسمعيني بقت حياتنا روتينية وباردة وتخلو من أي نوع من أنواع السعادة طب إحنا إيه لواسطنا المرحلة دي ده إحنا كنا عصفير كماريا في الخطوبة طيب إزاي بزبط إزاي بيوصلوا للمرحلة دي إزاي من مرحلة اتنين عايزين يبقوا في بيت واحد وبعد ما ده بيحصل بيحصل بينهم فجوة فجأة يعني إزاي ده بيحصل؟ يعني انشغال الزوج بلقمة العيش وطول الوقت في شغله وفتيجي الزوجة تيكوة تقعد معايا تقول لي مثلا مش بشوفه مش بععد معا ما بتكلمش مع بعض طب ما إنت عندك النهار ده معظم الستات كمار بتشتغل آه فالستات كمار بدأت تنزل وقلت لست هكلمك بقيت لو انشغال اللي اتنين فإحنا كده فقدنا حتى أن إحنا أن يبقى فيه بيننا اقتراب عاطفي وفيه هنا تفاهم بيخلص فيه هنا رصيد من التفاهم بدأ يخلص إحنا بنتكلمش عشان يحصل تفاهم طب هنكسر الحاجز وهذا الخرص إزاي إذا ما كناش نعمل يوم واحد في الأسبوع نقعد فيه ساعتين ندردش مع بعض أحوالك إيه؟ إنتي أحوالك إيه؟ إذا كان أنا دايما بنصح أي إنسان ما بيجي لي مشكلة عاطفية ونفسية وعنده صدمات فقد وصدمات طلاق إنت آخر مرة عملت كشف حساب لنفسك إمتى؟ ليه دايما الرجال بيشوفوا مشاكل السيدات إن هي وجع دماغ وليه دايما السيدات بتشوف مشاكل رجال؟ مشاكلها صغيرة إحنا كمان بقينا نستخف بشاكل بعض آه ليه بقى؟ يعني أنا مثلا بيجي ابني أو بنت يجي يتكلم معايا في حاجة مثلا هو تضيق من صاحبه أو تضيق من صاحبتها في حاجة معينة إحنا كأمهات كده بنيجي نقول طب استاني بس أخلص وأسمعك بعدين فبتدي المشكلة تكبر جواه قوي 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 لأنه مفتفاتش مطلعش اللي جواه فبتديت أنا استخف بقى ابني خب الكبيرة والصغيرة مش بس الصغيرة كمان أنا الوقتي مفيش حد بيهتم من يسمعني فأنت كرجل لما تيجي تسمع مشكلتي أنا كل مشاكلك بحطها في عيني الاعتبار اشمعنا أنا اشمعنا أنا لما بقولك مثلا جارتي الفلانية النهاردة نزلت مياه على غزيلي فالموضوع ده مستفزني جدا أنا عايز أخد حقي منها بس مش عارف أعمل إزاي لازم تديني حلول اديني مقترحات ما أنا بعد كده هقولك أصل بتاعي الغاز لما جي حصل مشكلة أنا مثلا ستة مش عاملة فهيحصل معايا درب أتكلم مع مين أقول لي مين هبتدي أرفع التلفون على واحدة صاحبتي وصاحبتي دي جي تشيلني فتقومني بعد كده هتحصل مشكلة بيني وبينك فاروح لصاحبتي الفلانية هتبتدي تسخن أكتر انتي مستحملة إزاي ده ايه الرجل ده ده ايه العشة المتقشي ده فبتدي أنا أشيل منك الفجوة تتحول لمحيط فبقى فيه جبل لا أنت قادر تشوفني ولا أنا قادر أشوفك هنحست ببعض إزاي فيه بقى حاجة هنا هتخلينا بقى نروح لمنطقة تانية خالص ودي أروح حاجة إن الزوجين يكونوا في الأصل أصدقاء حلو جدا لو وصلنا لمرحلة دي ما تقول ليش بقى عيد الحب ولا الفلانتين هم عايشين العمر كله في حب ومعايشين العمر كله في ونس بمعنى إيه الونس الدفء هو غيابة الدفء وليبقى يختلق ما بيننا بعض البرودة هو ده اللي هيؤدي بينا لشعور الفجوة والانفصال النفسي والانفصال العطفي دليل إن انت ممكن تحسي بواحدة صاحبتك في الشغل وما انتش حاسة إن جوزك بقى له أسبوعين ما بينامشي تعبان مخنوق انت ممكن تحسي مثلا بإنسان غريبك يشتكيلك فتتأثري ما تأثرتش لمشكلة بنتك في البيت احنا مش بيتكلم بس ما بين الزوجين ده ما بين الأفراد كلهم فاحنا عندنا أزمة عدم استماع قدت بنا إلى فقد الاستمتاع استمتاع بأسرتي إن أنا في نعمة إن أنا حياة أسرية مستقرة غير بيتمنيها غير بيطمح لربع هذا الاستقرار وإدراك النعم هنا كارثة برضو فهماني إن أنا معايا واحدة ستة كويسة وجميلة وزي الأمر بس مش بسمحها بدأت تبعد عني بدأت مراتي تاخد جنبي مني احنا مبناش أصدقاء ده احنا كمان ممكن يتحول هذا النفور إن أنا ابتدت أتصيض لك الأخطاء ابتدت أشيل منك وإنت تشيل مني بلا سبب طب وليه عشان ما تكلمناش عشان ما واجهناش مشاكلنا إنما أنا بنصح أي راجل ما تهربش من المشكلة مهما كان حجمها عارفنا نفسي في إياه دكتور نفسي نخلي فكرة إنه إحنا لما نوصل لمرحلة وحشة قوي كده بنتصيض لبعض الأخطاء والكلام ده كله نبتدي نفكر في حد زي استشاري أسري نروح له محيد حد محيد تماما نسمعنا لأنه مش حلوة أبدا ندخل للأصحاب لأن نسحات كتير بشوف هيتعمل مع بعاطفة الطرفين هيتعمل بالعاطفة معاك وعايزة أقولك بقى إنه مش بس الستاتة اللي بتشايل بعض الرجالة كمان بتشايل بعض لما يتكلموا مع بعض بالأسف نهار ده ما بقاش في حد عايز يلم الدنيا أو يبقى عنده الحكمة إزاي يدير هذه العلاقة ونيسمع المشكلة من الطرفين عشان كده دايما بقول يا جماعة ما تدخلوش طرف ثالث إلا إزا كان حد عادل وعنده حكمة حد حيتعمل معاكو بحجة وحيسمع الاتنين بمنتهى العادل أو كيرو حولو طيب أنا عايزة برده أتكلم بصوت الرجل النهاردة يعني عشان نهاردة ما معناش مزيع رجل فهنتكلم إحنا بصوت الرجل فيه بصراحة خليني نتكلم بصراحة إحنا كستات بيجي بنبقى زعلنين ومتدايقين ويجي الرجل يسألنا مالك مفيش هو في الحقيقة أنا بس عايزة أقول حاجة هو كلمة مفيش دي مش عشان أنا يعني عايزة يعرف لوحده ساعات ببا عايزة يعرف لوحده بس لو هو جزة منها تاني مش عايزة أكبر الموضوع بسالسة متدايقة فالراجل هنا يعمل إيه بردو أنا ضد بقى الستة اللي تقولك مفيش أنا ضد أي بني آدم أجي أسأله مالك يقول لي مفيش ده أنا كان بلا هدف إحنا يعني حيفضل يلف حوالين نفسه يلف في الشقة يا طرى أنا عملت إيه دايقها يا طرى ما عرفش إيه طب وبعدين وبعدين يا ابني الحلال طب هي طرى تفتشت في موبايلي فعرفت إن أنا مثلا بتكلم واحدة طب يا طرى مش عارف إيه يا سمعتني لما بكلم صاحبي واشتكيها بينه فأنتي حتخليه يضرب أخماس في أسداس اللي هو رجل مش عارف يعمل حاجة فبدأ ما بقى عندنا مشكلة واحدة بقى عندنا مشكلتين مشكلة الأولانية اللي حضرتك كبرتيها بينك وبين نفسك وربما تكوني أنت من الناس اللي بتدي الأمور أكبر من حجمها المشكلة 3 سنتي فانددتيها 60 سنتي والمشكلة الثانية عدم سردك للقصة اللي هو حتت إن أنا أتمنع فأمارس معه الصمت العقابي طب وبعدين أنت تمارس الصمت العقابي وهو يمارس الهروب العقابي طب إحنا مين هيجمعنا المشكلة ما تحلتش إحنا خلاص كدأ ما المشكلة عملة تكبر بتوسع هي وبعدين خلاص الترقومات عملة تزيد فأنتي عبتي حاجة ولا حاجة طب خلاص طب والله المرة الجاي أنا كراجل لما تيجي تقولي ما فيش والله بحقول لها مالك تاني حقيقي ده كبر دماغه إيه ده 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 سابني أولع يا نهارابي أحملني يا رفني أجمال يا رفني جمال طب والله إلى لم يهدومي راح عدم ماما راحتي عند ماما المشكلة دخلنا مشكلة تالتة يا ساتر إحنا حملنا قلوب الناس الكبيرة بلا سبب طب وبعدين طب ما إحنا من الأول بص هو أنت واضح أن أنت مش واخد بالك أو ده الحل بقى واضح أنت مش واخد بالك أو ربما تكون مثلا أنت عايز تمارس معايا الإهمال أو عارف بس أنت يعني يعني أنت مش عارفة أنت ليه عامل من بانها مش عايز تفهمني أو أنت مش فهمني كما يجب ودي كارثة تانية المشكلة والله إن كذا 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 لما إحنا كنا في المناسبة الفلانية أنت عملت التصرف الفلاني أو أنت مؤثر معايا في كذا أنت مؤثر معايا لأنه عارفة اللي هو موضوع إن كل بيته وفيه أسراره والحيطان فعلا مدارية البيوت والكلام ده أوكي بس اللي جوه البيوت لو مش إحنا هنتناقش في استغائر أنا وإنت هنتكلم فيها إمتى لما عمرنا يوصل 70 سنة وإنت تكوني شلتي مني سنين 30 سنة جواز أو 40 سنة جواز لو مش هنلحق دقى بيني وبينك طب تأثير ده إيه على أولادنا طيب حضرتك إزاي يعني بتنصحي الناس اللي بيجولك سواء سيدة أو رجل إنه طريقة الحوار نفسها تبعمل إزاي يعني النهارده ممكن حد يتكلم مع اللي قدامه في المشاكل اللي مدايئة لكن يفقد حقه خليني نقول خليني نقول بعصبية أو بأنه كلام ساعد بيبقى زي ما بيقولوا كده بيرمي كلام مش لطيف يعني إزاي اللي عنده المشكلة دي يسيطر عليها بطريقة الحوار تبقى عاملة إزاي خصوصا لو في مشكلة جامدة لأنه بيبقى دايما الطرفين شايف كل واحد فيهم شايف نفسه صح أيوة فالشيطان بيدخل خليني نقول فإزاي النهارده اللي اتنين يعودوا مع بعض تتكلموا مع بعض بطريقة حضرية من غير ما حد يخسر حقه وفي نفس الوقت احنا هنا مش في خناقة احنا هنا مش في مين هيفوز عادي احنا عايزين نعالج فبتنصحي أنت ساعتها بإيه احنا نعالج الموقف الأول أن أنت آخر مرة عملت كشف حساب لنفسك إزاي فبيتفاجئ بقى الزوج بكلمة كشف حساب يعني إيه كشف حساب يعني هو أنت عامل اللي عليك أنت في حياتك مع شريكة حياتك أنت عامل اللي عليك أو الله ده أنا بصرفه بجيبه وبعمل لا أنا ما بكلمش عن مصاليف خالص ولا فلوس خالص هذا الإشباع المادي اللي حضرتك بتتكلم فيه دي حاجة مفروغ منها نقشحنا بعدين تعالي نتكلم عن الإشباع النفسي والجنسي والعاطفي مهزوجة لها حقوق حضرتك قاين بواجباتك على أكمل وجه فقل لي أنا ما بعملش حاجة أسأليها فأجي أسألها لا هو مدغدغني جدا أنا متشراحة جدا من جواي هو لا يعلم أنا تعبانة وما يعرفش أن أنا تعبانة وشافني بادحك وبغني ولطيفة وصريفة وبهزر وكده فأنا كده حالتي نفسي كويسة لأنت ما تعرفش عنها حاجة لأن نصف دحكانة حزن تلت تربع استنعنا أن إحنا بخير إحنا متدغدغين من جوا أنت لا تعلم عني شيء أو مش معنى أن أزلت ستوري بقى أنا سعيدة أو أن أنا رحت حفلة تعدل ملاد مع صاحبتي بقى أنا كويسة أو دحكنا مع الولادي بقى أنا بخير ربما في أمر أنا أحاول أخفي فبلبس قناع السعادة فأنت إذا ما كنتش تفتش فيها وأنا أفتش فيك عشان كده لما بعض معهم طب أنتوا ببقى أحدا كده سكتة مستغربة اللي هو إيه ده هو أنتوا جنتي تعد بقدامي ببقى سكتة خالص وكدش موجودة في المكتب مهو أنت قلت كذا مهو أنت فاكر لما عملت مش عارفة إيه وكان صوتك عالي علي وانت يا ست هانم لما قلتلي فببقى ده طب ما تقوموا يتروحوا وتكبلوا كلامكم في البيت ببقى سعيدة ببقى زعلانة في نفس الوقت سعيدا هم أخيرا بدأوا يخرجوا هذا الانفجار الحزين وببقى زعلانة جدا أنتوا للدرجات دي مفتقدين الحديث ما بينكما للدرجات دي مش قادرين تزعقوا وتتكلموا في مثال بلدي كده بيتقال عندنا أن البيت اللي فيه صريخ ودوش أحسن بكتير من البيت الصامت طيب الفجاوات اللي بتحصل دي هل ممكن تؤدي أو بينتج عنها في بعض الأحيان انفصال بين الزوجين يعني هل الصمت ده ممكن يسبب انفصال هنمشي بقى في سكة الانفصال لما نبتدي فعلا نبعد عن بعض عاطفين ونفسيا فإمتى الانفصال ما هتيجي تتكلمي مع واحدة مش هو بيصرف لأحنا هنا مش عايزين نتكلم على انفصال إحنا بنقول هل ده ممكن يؤدي لأحنا بنعالج دلوقتي بستعايزين نعرف طبعا طبعا ده يؤدي بينا للسكة تانية خالص أسوأ من الانفصال عدم الاحترام والكراهية والنفور وانا بقيت أنا حتى ما بقيتش أتمنى المعيشة معاك لأن انت بعيدة عني انت ما تعلميش بي بحاجة بس ده كمان لها تأثيرات بعد كده في موضوع ان انا مش بس الانفصال تيجي زوجة تقولك انا مش مخليني محتاجة حاجة بس انا محتاجة كل حاجة بس انا ناقصني حاجات كتير ايه اللي ناقصك كلمة حلوة يا هده احتضان نفسي يا هده ان انا تسمع ان انا تشاف ان انا تحس عشان كده كنت مرة كانت ببوسته الموضوع ان هو ما بقاش يحست بيا ما بقيتش تحست بيا اصعب جملة تتقلم بابنى قدم يقولك انا ما بقيتش في اولويات شريك حياتي انا ما بقيتش انا مش رقم واحد عند حد انا كتير اقولك اقولك على حاجة بصراحة يعني فيه خليني اقول هم هنا احنا يعني دايما شايفين المشكلة لازم تبقى ايه راجل بخيل راجل خاين راجل ما بيصرفش راجل مش عارف ايه ادي كارسة بق اهي دي المشاكل اللي احنا نتكلم فيها انما ما بيقولكيش كلمة حلوة دي ما تجيش تتكلمي معايا في الموضوع دي بقى المورسات حضرتك المورسات اللي احنا متعودين عليها ما بيدربكيش يبقى راجل محترم ما بيخنكيش يبقى راجل زي الفل انت اللي ست جهده بيصرف عليكي يبقى انت اللي مش شايفة فعلا ان هو كريب في مشاعره هو مش معندوش مش متعاطي اوكي يبقى ده راجل كويس راجل تمام وضغري مش احسن لا يا جماعة هو ممكن برودة المشاعر نفس الجريمة انتوا شايفين ان التعاطي او الجنون او الاعتداء باليد والضرب هو ده معناه ان البناء ادم فعلا لا يتقبس طب ما يمكن يكون ده في ناس ما تتعشدش اصلا مش عارف سالا ان يعبر عن نفسه او مع الضغوطات ما هو ممكن يكون كمان مبغوط أنا كزوجة لازم افهم هل اللي بيحصل من الرجل ده التغيرات النفسية اللي بتحصل له نتيجة ظروف فعلا ولا دي طبيعته لو دي طبيعته بقى ده اختياري محدش ضربني على ايدي ان راح اتجوز فانا مش هغير في السيستم انا ممكن اعدل في السيستم بطريقتي انا كزوجة لان فيه ازواج بيبهاته على بعض محاولة الاصلاح وان انا كسر الحاجز الخرس ما بيني وما بينه لازم افهم هل هو فعلا رجل ممكن يكون رجل قليل الكلام عنده عدم قدرة على التعبير ابتدي اشير انا كزوجة الفة نظره لانما بعض ما واحدة تقولي لا انا مش حافظة لقوله على كل حاجة انا ما قلتش بس انا مش حادرة لماح له يعني ليه مش هتقدر تلمحي ما تقول له انا محتاجة الكلمة الحلوة الفلانية في التوقيت الفلاني انت بقى لك كتير ما جبتليش هدايا مش ملاحظ بقى لك كتير ما قلتليش بحبك مش ملاحظ بقى لك كتير ما بتقوليش وحشتيني مش ملاحظ ان انت بقيت في شغلك ما بقيتش ترني علي زي ما احنا كنا مخطوبين تفضلت بتسير بيوته هتم بطلنا اهتمام ليه فهتعالى نكسر الروتين طب انا قدي ملاحظاتي انا برضو شركة الحياة لازم يبقى ليه وجهة نظر ولازم يبقى ليه رأيي انا شايف ان احنا بعيدة عن بعض يا حبيبتي انا شايف ان انت بقى بقيتش تحكيلي وتفضيلي الست يوم ما تسكت خاف منها الست يوم ما تاخد بعضها وتقعد في القوضة وتبقى سكتة وصمتة اقلق اقلق لان هنا بدأ يبقى فيه جدار ما بينك وما بينها ده ممكن يبقى فيه خطة اصلا بتتعمل حتة ان هي عايزة ادايقه هاخضر بيه انا هو بيهملني جدا فانا حاهمله الفترة اللي جاية تدوم شاكور يا دكتور خلينا كم فاهماني بس انا امتى ابقى كويس لما امراتي تيجي تنكشني تخلق معايا تكلم معايا تعالى عايزني نتكلم تعالى بدأ مزعلني انت فين انا قلق انا عليك انت ما بتسألش فيا هو ده الحوار اذا فيه حياة يعني انخفاض الحديث ورصيد التفاهم ورصيد الحوار منتهي اعرف ان انت كده فيه مشكلة تعالى ادرسها افرزها اتكلم معاها اتكلموا مع بعض قبل ما يصل الموضوع لورا مساعدة ما عرفش نالحق الدنيا وده تأثيره على ولادنا مش صح ده تأثيره على الدفء اللي موجود ما بيني حيتحول لبرودة وهيتحول لجمود فما بقتش حسي بيك حتى في المرض ما بقتش حسي بيك حتى في التعب حتى سكوتك بقيت افسره غلط ممكن انت ساكت عشان ما توجعنيش ففيه ستات بتفسر سكوت ازواجها ان هو لأ ان الرجل ده بيهملها لأ هو ممكن يبقى مخاب بحاجة مش عايز يشالك همها دخل مشروع وبيزنس وخسر فيه فمش هينفع ان هو يسقلك بمشاكله جايز يكون عنده مشكلة فانت كمان لازم تروحي تتوجهي وتسمعي مش دايما فيه واحدة تانية فيه ممكن مشكلة تانية مش شرط بسضبط ان هو داخل علاقة او بيفكر في حاجة او انه راح تجوز عليكي لا الموضوع ابسط من كده بكتير جايز تكون انت بعيدة عنه وهو زعلان ومش عارف يا عدبك ازاي خلي بالك الجلس عايز ما عندهمش التولز بتاعت الحوار الادوات ازاي افتح موضوع افتح انت بدري انت طب واحدة مثلا قالتلي انا فتحت كتير اتكلمت كتير لأ حضرتك بقى احنا لازم نلحق الدنيا يبقى نروح لحد متخصص نتكلم معاه نعمل ايه يا استاذ فلاني او يا استاذ فلانية انا اتكلمت مرة واثنين طلو على الملاحظات دي طلو لما كون سبغ شعر يجي يقول لي شعرك حلو النهاردة اكون لابست حاجة جديدة بعد اذنك حط ملاحظاتك واديني التاتش بتاعي انت ما بتقوليش ملاحظات انت ما بتطلعش اللي في قلبك هو نفس الكلام انا راجل غير مثلا غير قادر على التعبير او انا بقول لها كلام حلو بس يعيزاني طول الوقت اقول لها كلام حلو يا استاذي ما تقول وراك ايه لغة الحوار هي اهم حاجة ما ينفعش ابدا اي بيت يفتقدها لازم كل يعني زي ما كانت الدكتور بتقول على الاقل كل اسبوع نتكلم مع بعض نقول ايه اللي مدايقنا ده مش عيب ومش حاجة يعني ما فيهاش استجمع او حاجة عيب ولا تقلل مننا خالص ولا تقلل مننا ونحنا نستعين يمكن باستشاري نفسي او استشاري اصري كمان مهم في حال ان احنا حاسين ان الفجوة حصلت والبعد حصل كل شكر ليكي دكتورة وهو ده سالم استشاري وساري ارشادزا شكرا لك يا حبيب شكرا لكي جدا مرسي يا حبيبتي